اشتركوا في القناة ولكن سنتكلم عن ميزانية الفرد والمجتمع والعائلة وأيضا إلى أين وصلنا على المستوى الحكومي بأرقام يعني متواجدة ولكن نحن نحللها بطريقة أو بأخرى المحاور نتكلم شلون نقيم وضعنا المالي أنا من دو الدخل المحدود دو الدخل المتوسط دو الدخل المرتفع شلون ندير الميزانية بالمبلغ اللي عندك في ظل الصعوبات المتواجدة نتكلم عن بعض قواعد وطرق حسن إدارة المال والأعمال خصوصا مع توجه الدولة أو توجه المجتمع إنه يعتمد على نفسه في ظل انخفاض إيرادات الدولة الضرائب الضرائب عصر الضرائب وكيف يتعامل معها نتكلم عن ذات لا ربما ولا ربما نمشي عنها كيف نتعايش مع ارتفاع الأسعار البلد الدولة البحرين دخلت في عصر ارتفاع الأسعار أو هناك نوع من التضخم الغير موجود ولكن بدأ المواطنون يتأثرون وبتصريحات رسمية طبعا وبعدين نتكلم عن كيفية تغيير أنماط الاستهلاك نعيش الواقع ونقول ونصرح غيروا نماط استهلاككم فالوضع قد يزداد سواء والاستدامة المالية على نطاق الأسرة وليس الأسرة أعتقد فيه هناك زين شلونا قيم وضعي في بعض الأمور بمشي عليها بسرعة وبستخدم الاسلوب التقليدي مش المحاضراتي أوكي دكتور بنستخدم أبو منصور زين أنت أنا هل تمتلك مسكنك الحالي الذي تسكنه أنت البيت اللي ساكن فيه ملكك أوكي هل يغطي دخلك الشهري مصروفاتك الدخل خمسمائة دينار هل يغطي كل مصروفاتك هل عندك فائض في الدخل موجود عندك فائض في الدخل هل عليك أي ديون أو التزامات مالية إلى الغير وهذه المشكلة التي يقبع فيها الكثير ولا يستطيع التخلص من الديون هل أنت شفاف هل أنت شفاف مع العائلة في وضعك المالي كثير من الأخوان وخصوصا للآباء الله يحفظهم الأبناء ما يدرون الآباء من وين يبون الفلوس أحين يوم صرنا آباء وقريب إن شاء الله نصير أجداد الله يرحمك يا سيد محمد زين فأحين بدأنا نعرف شلون نيب الفلوس ونتعامل عكس الوالدين الوالدين طبعا كان زمنهم بعد أكشر ولكن في البركة أحين هم زمن أكشر والبركة بعد شوي قليلة زين فهل أنت شفاف مع العائلة في وضعك المالي بابا أنا ترى راتب مالي هل قد ما يحتاج أن أنا أقول للماما أو أقول إلى مثلا إخوان أو كذا أنا راتبي 300 دينار أو 400 دينار المجوريتي أو الأغلبية في البحرين تتفاوت رواتبهم في القطاع الحكومي ومثل ما شفنا في الأرقام الرسمية بين الأربعمائة إلى الثمانمائة دينار هذا في القطاع الحكومي أما في القطاع الخاص فأحدث ولا حرج ودائما ما نتكلم عن ثلاثمائة وخمسة وسبعين إلى أربعمائة وخمسة وسبعين هذا الأفرج الذي يشتغل في القطاع الخاص زين هل أنت من النوع اللي تخبر عيالك من البداية ترى بابا أنا راتبي هالتي دي ما أقدر بس أوليكم والله لا أنت من النوع اللي عيالك خليس مولي الصغار أو الناشئة أنا راتب ما لها القد ما أقدر أغطي مصاريفك لا تشي تقولي تبي مثلا تبي تطلع كل كذا تاكل من المطاعم تبي كذا أنا راتبي بهالدرجة إذا يترتفع يجب أن أتدين يعني لازم آخذ سلف الأبناء أبوك يتسلف عساسيه بليك وأنت ترتاح وتأكلها في سندويجة ها والأبو في الليل يتفكر في الدين ما نتكلم من جانب من ضمن الأخطاء هل اقترطت من أول سنوات وظيفتك لأجل أصل غير مدر نتكلم عن الأصل اللي هو الغرض اللي أنت اشتريته هل أول ما اشتغلت أخذت لك سيارة والسيارة تشتغل بها عساس تطلع فلوس لو أخذت سيارة حق مواصلاتك لو أخذت سيارة مع لي الشباب أخذت سيارة أعلى من مستواك عساس تراوي الناس أن عندك سيارة فاخرة ها عندك سيارة فاخرة الاقتراض في أول السنوات عندنا نوعين إلى ثلاثة من القروض عندنا القروض الاستهلاكية نسميها وعندنا القروض التجارية وعندنا القروض الاستثمارية القروض الاستهلاكية هي اللي تخليها وما تنتج إليك شيء أنا عجبني في منطقة لربما المرخ بعض الشباب يعني أفكار في 2015 لربما أبو حسن رحنا وطبقوا أفكار خليني بس أستعرضها على السريع بعض الشباب يقول لك أنا أول ما أشتغل بأخذ لي سيارة بأخذ لي سيارة عساس أوصل فيها أطلع لي دخل وهم هي أنا يعني أستخدمها حق مواصلاتي وهم أصل يعني نسميها الكلاس أسد دكتور يعني الأصل اللي يدر دخلا مش الأصل اللي جامد ما يدر دخلا أنت عليكم السلام هل اقتردت من أول سنوات وظيفتك عساس أنه بس تراوي الناس أنه أنت عندك هاي السيارة وهاي الأسد بدون ما يطلع عليك فلوس هل تقلد الآخرين في سلوكهم المعيشي أنت من النوع اللي تقلد تشوف فلان لازم عنا قلده لو تمد ريولك على الحافوك هذه الأسئلة أنت تسأل نفسك أنت تسأل نفسك هل أنت من النوع الذي يدخر ثم يصرف خلنا نشوف معلش من منكم أول ما يستلم الراتب يدخر الشيء المبلغ للدخار 12% أو 10% وبعدين يصرف المتبقي من منكم هاي مو مسالين عن من عنده دهب ها ها بولا واحد لا لا ها تدخر في الجمعية تدخر في الجمعية الآباء خبرة متراكمة تدخر إنه في الجمعية تخلي عندك جمعية وتدخر فيها نعم نعم في الحصاد مثلا في البنوك كذا شوف محد كل من واقف يقول الخطأ الذي يمارس أنه أنت شا سوي تصرف فلوسك وبعدين المبلغ اللي متبقي تروح تدخرة هذا خطأ من اليوم توقف من الليلة ضرب بوز ضرب يجب أن تدخر ثم تصرف ينزل راتب كله 10 دينار الشيء لتلبقة وبعدين تصرف لأن إذا أنت متعود أن أنت تصرف فلوسك وبعدين تدخر لا لا صعب صعب حتى لو 10 دينار لا تقول لي نحن نعرف بعض لا تقول لي ما تقدر تدخر 10 دينار شباب لا تقول لي 10 20 دينار 30 إلى 100 دينار لربا ما عندك شيء والآباء عطوكم كل شيء موفرين لكم كل شيء فلما في هذه النقطة يجب أن تدخر أولا تخلي وبعدين تصرف المبلغ المتبقي ما عليش لاحظ كثير من الأمور شباب إذا الوالد أو الجد أو المتقاعد هذا الرجل المتقاعد وكبير في السن عنده خبرة تراكمية مو حتي تدري ليش لأنه مشى الأمور التشغيلية أو مشى 20 إلى 40 سنة العائلة مع الراتب المتواضع ما في موجة غلاء لمدة 40 سنة ودرسك وعيشك فإذا قال ليك أرجوكم إذا قال ليك أبوك اللي أكبر منك أو جدك قال ليك حافظ يا ولدي على فلوسك حافظ على فلوسك ترى بتحتاجه إذا قال ليك أول ما تشتغل لا تأخوش ليك هالسيارة اللي ما أخدنيه كلامة ترى تطالع من من خبرة باجر تدفع بيزات عساس واحد إن يعطيك هذه الخبرة فإذا يتكلم ليك الوالد خصوصا كبار السن اسمع حتي في الأمور المالية كل أمور المالية سليمة لأن الريال ممشنك 40 سنة ترى 40 سنة في الزمن أبو منصور أكشر من هالزمن 80 دينار 90 دينار سبوا المواصلات جامعة البحرين كانت الكريدت أو المادة 200 إلى 300 دينار أحين كم المادة في الجامعة مثلا ديتكلم عن جامعة البحرين قبل كان فعلا زين فهل أنت من النوع اللي يدخر ثم يصرف زين هذه أيضا من نمشي عليها بسرعة أنا حاول أوصل جم جم رسالة ولكن تكون شلون ميزانيتك شلون تديرها شلون توزعها في ظل انخفاض الرواتب عندنا مشكلة في البحرين والحكومة تصرح بذلك عندنا ثبات في الأجور ثبات في الأجور الأجور ثابتة وعندنا ارتفاع في الأسعار شلون أوضحها إليك نسبة التضخم عندنا في البحرين تضخم ارتفاع الأسعار نتكلم عنها من 2 إلى 3% لذلك أي زيادة حكومية يجب أن لا تقل عن 2% صحيح؟ يجب يعني إذا في زيادة حكومية يجب حسب في القطاع العام في القطاع الخاص إذا في زيادة يجب أن لا تقل عن 2% أو 3% ما أذكر هي نسبة التضخم أحين الناس تقول ما فيه تضخم ما فيه ارتفاع في الأسعار أو في الفترة الأخيرة طبعا عايشنا ارتفاع الأسعار ارتفاع الأسعار في طريقتين التجار يساونها أما يرفع السعر هذا غير ضريبة القيمة المضافة ارتفاع الأسعار للعلم ارتفاع الأسعار ليس بسبب ضريبة القيمة المضافة ارتفاع الأسعار بسبب غياب التشريعات اللي المفروض تجود التاجر وأيضا تساهل المجتمع شفنا في اللحم لا يوم مضوع اللحم رفع الدعم ارتفعت الأسعار 42 مقصب من المقاصب أغلقت أغلقت مو لأن ارتفع اللحم لأنه شنو الناس ما تشتري الناس ما تشتري قامت الناس ما تأخذ لحم لأن ارتفع السعر فقال انا اي حسن حق عيالي انا يمكن لربما في سترة عندهم مثلا بعض لابد لا ما منقول لها يضربونكم عيون بعد فعندهم مثلا من قبل الماشية وكذا عندهم بس ترى أصبح الأكل يعني مرتفع شيئين إلى ثلاثة يجب أن يستقر فيها الإنسان يسمونهم الأمور المهمة الأساسية السكن والأكل حيات الموجودة عنده هذا زين أنا أتكلم عن التضخم وشلون حتى أنت مثلا تحافظ على مستوى دخلك وشلون حتى مثلا هذه المخالفات اللي يسونها بعض التجار التضخم ارتفاع الأسعار أنا ما أقول التضخم هي ارتفاع الأسعار يمكن السعر ما يرتفع بس التاجر يمكن شي سوي في المطاعم يلا يا شباب ما المطاعم يمكن ما يرفع السعر شي سوي قلل صغر البورشين وهذا شفناه مو أنا أقول حماية المستهلك في الدولة عندنا تواصل معاهم وكثير من البرامج الحكومية يصغر هاي ديايا صغيرة السلطة صغيرة الخبز صار أصغر هذا تضخم هذا تضخم نتكلم عنه أوكي زين فأنا شلون أوزع مصروفاتي الراتب اللي تحصله يجب يكون حق المنزل حق إيجار المنزل من 17% إلى 25% شلون يعني حبيبي أنت مو من أول ما تشتغل ما علي الشباب استحملوني الأباء عندهم خبرة مالية بنعطيهم شي اللي يخصهم على قولتنا مو سيدة من تشتغل تاخد لك قر تاخد لك سيارة تدفع 50% من 50% من راتبك في السيارة أوكي خلينا نسلم جدلا هناك انخفاض في الأسعار بحرين مواطن البحريني يعيش مشكلة انخفاض اللي هو الرواتب بس مو معنات أن أنت مثلاً دياراتب 300 تاخد لك سيارة تدفع فيها 150 أو 200 دينار لمدة 7 سنوات أنت تدري شو سويت أنت خلال السبع سنوات وقفت كل أنواع الاستثمار أو الإدخار أو التحرك التجاري إذا ممكن أنت تشتغل على أساس شنو؟ على أساس سيارة تركبها والناس تشوفك فيها والله كل هاي فلان لا راكم سيارة لا اقزز والناس ترى تدري هاي من ضمن الأمور المجتمعية المهمة الاقتصاد مرتفط مع المجتمع الناس تدري أنه أنت مثلاً ما أخذ لنا بقر الناس تدري خلينا نسميها أنه أنت ودي فلان ما تتكلمون يقولوا راكم ليه سيارة ذي كل شي اسمه بس مسكن هذا ما عنده بيت ما عنده كذا ليش ما أخذ ليه سيارة ودافع فيها دم قلبه لمدة سبع سنوات وعليه أول ما تبدأ أنت إيجار المنزل شباب اللي توهم مشتغلين مقبلين على الحياة الوقت ليس متأخراً تكلمنا سابقاً وحللنا هناك انخفاض في أسعار الاستثمار العقار الاستثماري وأيضاً واصل إلى السكني مع وجود ما يسمى السكير سيتي عندنا في الاقتصاد عندنا شي نسمي عامل الندرة البحرين في ندرة في ندرة في الأراضي فالسكني ما رايح ينزل وايد الأراضي السكنية والبيوت السكنية ما بتنزل وايد بس العقار الاستثماري بتشوفونا 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 وين بينزل زين فأنت حق السكن يجب أن لا يتعدل 25% من دخلك أحو ما علي ما حد تقول يا وين حصل يا أنا أرض أدفع فيها إديرات بي مثلاً 500 أدفع 125 ما عليش ملازم تاخد لك أرض في البداية بتتزوج تاخد لك شقة سعر من خفض مو موجود تحسبها تقعد في البيت كثير من الأخطاء أنه أنت بس من تزوج مثلاً تاخد لك شقة تدفع أكثر منها أو تاخد لك بيت أنا أتكلم لك مثلاً الشباب اللي 700 دينار استلمون ياخد لبيت يدفع له 600 دينار هو ويا زوجته فيتم 25 سنة ما يقدر يسوي ولا شي أنت مو ملزوم تاخد بيت هذا حجمه أنت مو ملزوم تاخد البيت أحين تاخد الأرض تسكن يا والدك دائماً في بداية كل التعثرات اللي شفناها وكل الدراسات تقول التعثر لا يتم في المنتصف العمر التعثر يبدأ من بداية الحياة العملية واحد من يبتدي معلش سامحون على من يبتدي يشتغل ويتعود على الدين خلاص انسي مدمن دين ودائماً المدمنين على الدين المدمنين على الدين ما يعرفون إذا صار عندهم فلوس ألف دينار نزلت لي من الحكومة مثلاً ما يعرف شي يسوي ما يعرف شي يسوي يسحب يفسفس على قولتنا وهذا خطأ عالج نفسك في البداية زين فنتكلم عن السكن أو المنزل يجب أن لا يتعدع عن 25 رقم الصعوبات المواصلات هذا أول ما تفكر في السكن والمنزل المواصلات أيضاً يجب أن لا يتعدل 20% بتاخد لك أي نوع من السيارة إذا ما عند لا تدفع 60% يا شباب 60% من راتبك في قرد سيارة حرام تدفع 60% من راتبك في قرد سيارة حتى لوراتبك مرتفع ولوراتبك نازل يجب أن لا يتعدى المبلغ الذي تدفعه شهرياً 20 دينار الإعاشة 25% بما فيها الأكل والاستجمام والسفر والمدارس الاستثمار في التعليم الاستثمار نقطة يجب أن أكررها الاستثمار في التعليم الاستثمار في تعليم البنات يعني نقطة كثير من الاستثمار في تعليم الشباب كما تستثمر في التعليم الولد استثمر في تعليم البيت ولا تقول أنه أنا البيت هذه بدرسها وباجر بياخدها فلان وعلان أو بدرسها وما بتحصل الوظائف عندنا نسبة عطالة في الدولة 4% الرسمية اللي احنا نتكلم عنها وفي ناس تتكلم عن 11% أنت إذا درست استثمرت في المرأة في البنت استثمرت في المجتمع ليش شباب من ملف التعليم في الصحة وملف الصحة في العائلة ملف الصحة في العائلة وملف التعليم من يدرس الولاد شباب من يدرس الولاد الأم الأم مدرسة الأم فإنت إذا استثمرت في تعليم البنت ترى بتدرس حيالك وهذا من أفضل الاستثمار لا اتفكر وقت اللي تستثمر في تعليم المرأة أن أنت قاعد تخسر فلوس وما يجيك مردود المردود على المجتمع ودي صار مردود على المجتمع والمجتمع مثقف حصلنا النخب هذه الموجودة طلعوا لأن ناس يقدرون يتحملون المسؤولية فهذه المدارس التوفير دائما الناس تتحسس من كلمة التوفير التوفير يجب أن لا يقل عن 12% بتدخل في جمعية مثل ما قال الوالد أول ما تستلم بتدخل في جمعية دخله في جمعيات دخله في جمعيات إذا هي اللي تلزمك الجمعية ادخل فيها وإياني وإياك أحذرك لا تدخل في جمعية وتسافر فيها أول جمعية أول جمعية تستخدمها وتحصلها مو تروح تسافر فيها يا شباب أخذ ليك شيء أصل يطلع ليك المبلغ أخذ ليك خلها حق الدخار حق منزل حق تاخد شيء من الأصول اللي تنفع مو تروح تحرقها في السفر هاي من ضمن الأخطاء الكبيرة اللي ربما شفناها التوفير نسبتها 12% شوف من ضمن الأخطاء الموجودة في ميزانية الفارد وهو يدخر 12% بس قل لك أستاذ إحنا أنت تقول هذا بس إحنا صيدنا مثلا في نص الشهر نحتاج مصروف صيدنا نوع من الأمور الطارئة ف لا حبيبي شوف هاي من ضمن الأخطاء وأتمنى أن ميزانية التوفير 10% هي الميزانية العادية تخلي فيها 2% لا تقول لي راتب نزيل نازلوا وما عرف شلون قسمها 2% هي ميزانية الطوارئ اللي ما حد ينتبه إليها كل يصيدوا ضرف صح يبقى مالجفين نقول يبقى هنا زين زين يبقوا بابا حتى الكبار بعد يكبرنا بقى نقول بابا زين فأنت لا تقول لي كثير مني تصيد مشكلة في عليكم السلام يلجأ إلى المصروف اللي متدخر لنا أنت لازم تخلي لك 2% ادخار طوارئ لو بديت من البداية الصح لما يصيدك طارئ عندك بيكون عندك مبلغ الـ 2% لا تشيلها لا تلمس 10% 10% متدخرنها مش للطوارئ 10% متدخرنها عساس تشتري إليك شيء أصل يدر لك دخلا أو تسوي بمشروع العمور زين نرجع إلى موضوع السكن لذلك مثلا نتكلم من 17 إلى 25 في المائة خلنا نركز كثير من الناس يقول لك 25 في المائة قبل ما أقدر وكذا وغير أتشوف يوم صار السكن الاجتماعي كم السكن الاجتماعي شباب 25 في المائة ياخدون أتشوف الناس قدرت ما علي بس 25 في المائة اللي قبل كنت تقدر تدفعها في عقار أو في منزل أو كذا حين 25 في المائة الحكومة تأخذها من عندك راتبك مثلا 1000 دينار ياخدون عليك 250 يعني مع وجود مثلا السكن الاجتماعي يمكن ربما كان مشروع طيب ونأمل من الدولة أن تنظر بعين الاعتبار في مشروع مزايته قادم وإن شاء الله هناك أخبار على رغم ضعف الميزانية ولكن نتمنى أن مزايته يحمل أخبار سارة إلى المواطنين مزايته بعد شوي من الاستهلاك والمصاريف طبعا احنا خططناه هناك مو عاجبة انه قديك التخطيطة 25 و 17 و 12 حلو عندك طريقة ثانية تقدر تاخد من 60 إلى 70 الاستهلاك والمصاريف كلها كلها من 60 إلى 70 سوها 80 الضروريات الكماليات التبعك والطوارئ والادخار خليه 20% احساس لا اتعقد الموضوع راتبك ينزل تاخد 80% حق مصاريفك 20% تشيله تدخل بها جمعية ايا كان اذا هي الجمعية اللي تجودك ادخل فيها لا اتوقع ان ارى شخص فيه سترة موظف يشتغل في القطاع العامة والخاص ما يدخر ما اتوقع اللي ما يدخر يجب ان يبدأ بسرعة يدخر يسوري انجينير نسميها اعادة هندسة الى مصاريفة ويبدأ بالادخار الايام القادمة 2019 و2020 دائما الحكومة يقول تتخوف الناس من 2015 ابتدينا مع الاخ بوحسن في الندوات والمحاضرات الحكومية والاهلية وما في كلام قلنا هي سايكل هي دائرة الاقتصاد هي دائرة ينخفض النفط الدولة لديها محل محل برادة اذا يتبيع سلعة واحدة سلعة واحدة اذا يصار حدث اي خطر في السلعة الواحدة شيصير في الدكان ينهار البحرين تبيع شنو نفط اكثر من 86% نكون دقيقين وعندنا الالمنيوم وعندنا السياحة صار خلل وهذا سابقا تنويع مصادر الدخل مطلوبة شنو التحديات اللي كانت موجودة الله الله اعلم اوكي صار عندنا مشكلة في النفط كان مئة وعشرين وصل ثلاثين ابتدأ ابتدأ ابتدأنا نتدين نتدين إلى أن وصل الدين العام القانون في الدولة الانقاد الرابع 13 مليار وصلنا ما وصلنا بس القانون يسمح على 13 مليار 13 مليار لا بالدينار 13 مليار بالدينار حين وصلنا إلى 11.7 أو 11.4 الحقيقي 11.7 واقف واقف لأن عندنا دخلت مبالغ من المارشل ونصر هاي عادة نتكلم فيها الأمور زين فالدين العام من يلي ومن راويكم احنا وين اللي لربما تحصل انتكاسة حتى الدولة لا تستطيع أنها تعالج الوضع بعض القواعد في حسن الإدارة أعرف نفسك أنت اشتبي أوكي أعرف نفسك عساسة تعرف شنو الأمور اللي تقدر أنت تتحرك فيها وأنجح الناس يا جماعة وهو اللي يعرف نفسه عدل اللي ما يعرف نفسه يبتدي يتحرك على أساس شخصية أخرى أن أنا مثلا لا أشتغل فيها الوظيفة لازم يكون عندي كذا لا لا أنت تعيش في أي منطقة عائلتك شنو التمييز لا يكون أن تركب سيارة فخماء التمييز مو شرط يعني شفتان في الجامعة تلبس ماركة التمييز تلبس ثياب من الضمى تلبس ثياب من الضمى مو تركب سيارة تمشي تقوم بالغرض وليس أن تكون فاخرة وما ما ما في شي محاط فيها زين ضع موازنة والتزم بها أي موازنة تخليها ميزانية يجب أن تلتزم بها احنا دائما نقول الميزانية يجب أن تكتب ما كتب قر وما لم يكتب فر يجب أن تكتب الميزانية لا تقول لحين 120 ألف شغلة في التلفون بس لا تقول لي لا أنا كف مخ إذا مخ ما شعر البرك أنت ياطصي ياطخيم المؤسسات البنوك المؤسسات المالية كل الشركات بعد خلي المدير المالي يقول شنو يقول لا أنا في بالي إراداتنا ومصاريفنا في بالي ليش يستخدمون أنظمة ويكتبون سابقا في الدفتر الأستاذ العام هذا الأزرق العود أو يصرفون عساس يكتبون كل إرادات الدولة إرادات الشركة ومصاريفها أيضا أنت يجب أن تكون بهذه الطريقة لا تعتمد اكتب اكتب إذا أنت ما بتكتب خل واحد من عيالك يكتب كم إراداتك وكم مصاريفك زين في الفترة الحالية في الفترة الحالية اتدخر فينا فقات الأكل والطعام أكل المطاعم أكل المطاعم يسرف من 20 إلى 30 في المئة هباء أن هباء في ميزانية العائلة يذهب هباء أكل المطاعم ليش ليش من يقول لي كمها من شر ربح يأخذ عليك المطعم سندويج هذا اللي يسويها إليك وحين فيه ارتفال دينار تتوقع كم تكلف التهو في المطاعم هذا هذا علم يعني في أكل المطاعم لا تقل نسبة الربح وكثير من جماعة المطاعم قاموا علينا بس بعدين قالوا وسلموا لهم لا يقل عن 40% ياخذ عليك هامش ربح لا يقل عن 40% يعني السندوية التي تدفع فيها في دينار هي ياخذ عليك 4 دينار هامش ربح غير يعني مصاريف مغطنها من ال600 ال400 الربح حقيقي إلى صاحب المطاعم الله يبارك لهم أصحاب المطاعم والأسعار لن تنخفض في المطاعم الأسعار ستتزايد ومن يدفعها المواطن مستهلك فكل ما كثرت من أكل المطاعم معناتها ربحت زادت المطاعم وربحت المطاعم وأنت الخاسر الأكبر أنت الخاسر الأكبر زين ادخر في نفقات الأكل والطعام احذر الدين صعب 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 الدين هم بالليل وذل بالنهار وقالوا عنا بعد أمره عظيم الدين وخطره جسيم سهل ما دخله طق الباب إن شاء الله من باب التكافل الاجتماعي موجود في جميع مناطق نوقع الناس محتاجة يعطونها بس أنا أتكلم الدين القروض اللي تأخذ قرض ولا قرض ولا قرض مدخله سهل بتوقع لكن وصعب وصعب مخرجة ما تقدر تطلع منه ما تقدر تطلع منه لا تقول لي إن أنت ما تقدر تعيش بدون الدين لا تقول في أحد الدين 2019 إذا ما ما أخذ الدين أنت لا تاخذ لا تاخذ توقف ضرب بريك لما تشوف الأمور إلى أين تصل كثير موضوع في الدين زين ما زلنا إحنا في كيفية طرق بعض الأمور اللي دائما اللي هو يعني بعض الإحصائيات نأخذها من بعض المناطق وبعض المشاكل اللي يحتاجون الناس لربما نغزة دي ويضبط أمور سؤال أيهما أفضل للأبناء مصاريف الأبناء تعطي راتب شهري يومي سبوعي لو أنت يوميا تعطي كم محتاج بابا هاك تفضل وخصوصا من بلغ من عشر إلى عشرين سنة من عشر إلى عشرين سنة خلينا أعطيكم شيء حسب الدراسات ندخل وحدة وحدة ببنصور عادة نترى هالمحاضرات نقول ساعة نقعد ساعتين ونوص ها ساعة راح تكون زين خمسة وعشرين في المئة من المشاكل العائلية ها هي بسبب الضعف في الإدارة المالية خمسة خمسة وعشرين في المئة من المشاكل بعيد عن الانفصال وكذا يرجعون المختصين يقول لك أكثر من خمسة وعشرين في المئة بسبب ضعف الإدارة المالية لدى المرأة ولدى الرجل مل كل يحد على المرأة لا المرأة ما تعرف الدير وخسرتين وما بعطيش والمرأة شا تقول هذا الريال بخيل ها والريال يقول أنا ما عندي شنون أتجنب هذا من البداية أنا كفرد كعائلة كمجتمع في نفس التقرير يقول لك من لم يقم بإدارة المال في صغره إحنا الآباء إذا ما عطينا لأولاد أن الفلوس عطيناهم ميزانية يتصرفون فيها نقول لي هاي ميزانيتك أنت تصرف فيها ها عادة يفشل في إدارة الميزانية لما يكبر اللي ما يتعمق وخصوصا المرأة البنت إذا هي من صغرها من عشر سنوات عطيتها في المرحلة الإعدادية نقول أنا أرى أن تعطى البنت والولد الميزانية شهريا هاي بابا 40 دينار أو 20 دينار أو 30 دينار جرب جرب أطى هاي 30 دينار مصروفك حق الشهر عقبة أو حفزة عقاب أنت أبو بعد في النهاية إذا وصلت لنهاية الشهر والولد لحين عنده مثلا 5 دينار أو مبلغ من المال حفزة قلت زين تسوي تحتاج بس ثلاثة شهر وعادة سبعين يوم الإنسان يعتاد على شي سبعين يوم ما يحتاج أكثر فأنت شو تسوي حفزة وعقبة عقب شهر عقب اسبوع خلصت 30 دينار عقبة طبعا أنت ما بتخلي الولد بدون شي سمونا ولكن أفضل الأوربيين ترى يعملون جديد الأوربيين يعطون أولادهم مصروف شهري من سن العشرة إلى العشرين سنة لذلك يعني تصور أنت البيت تدخل البيت الزوجية أو الولد يعني يشتغل بس البيت محور الإدارة المالية محور الإدارة المالية هي المرأة هي المرأة إذا المرأة مو نسمعنا المرأة تحافظ على بيزات ريلها أو تفسسهم لا المرأة إذا هي حافظت على شنون تحافظ على البيزات شنون ما تفسس الفلوس إذا هي ما عندي على قولتنا تدريب من عشر إلى عشرين سنة سيدة البت تتزوج ما تعرف لها الفلوس يمكن ما عمرها يودت الفلوس كل ما تروح أبوها وما يدفعون عنها التعامل بعد مع الشي يعني يثرل العملية فأنا أنصح وبشدة على المصروف الشهري إلى الأبناء أنصح أن يجب الأبناء أن يتعلمون ما يأخذون المصاريفهم لماذا؟ عساسي عرفوا أبوه من أين يجب الفلوس لما تخلص الفلوس يفكر ترى ها بابا أو الله يصاعد البابا إذا يخلص فلوسه أو مبلغ ماله الشهر شلون يصرف إلينا فالأفضل أن يُعطاه شهريا وبعد لا تقول لها أنت مسرف لا تقول لها أنت فسفة الفلوس علمي دربة في كل مرة امدحها إذا يسوى شيزين سبعين يوم ثلاثة شهور بس وسترى النتيجة مصاريف المدارس ما يحتاج أنت يوميا تعطي أطمال شهر هاي مصروفك تروح حق المدرسة عندك دينار في اليوم خمس ربيات حق المدرسة أو سبع ربيات حق المدرسة ثلاث ربيات حق يتأقلم يتأقلم وخصوصا البيت أنا قاعد أفكر أن البيت بكرة هي الدير أفضل ما عليش يسامحونا جميع الأخوة أفضل من يدير ميزانية الأسرة هي المرأة وليس الرجل وعندي شواهد كثيرة وحقيقية أطل مرأة 200 دينار وقل لها أنا أمبائي الأكل جاهز كل شي جاهز لعيال ملبسين وكل شي تستخدم لك 200 دينار وتعطيك في نهاية الشهر هي يقول لك 50 دينار هاي 50 دينار بعد أنت تشي تاكل تشرب حلو أطل رجل 200 دينار ها وقل لها أنبيك تشرب وتأكل لعيال لنهاية الشهر أطى عقب سبعة أيام بيقول لك خلص كل شي هذا حقيقة هذا مو كلام هاي حقيقة لو دربت المرأة نهتم بالمرأة شوي أو متدربة على الأداء المالي فانظر إلى أيام صغرها أن ربما الوالدين ما أعطوها الفلوس قالوا له هاي مصروف إيش زين بعض طرق إدارة اللي هو إدارة الميزة يعني ما عرف الساعة كمنا عادة ما نظر للساعة بس كملنا ساعة وما خلصنا أربع سلايدات شباب إحنا زين من ضمن الأخطاء بعد ما نقول من ضمن الأخطاء ولكن إعادة هندسة حقيبة الاستثمار أيًا كانت أوكي فيها عمل ناس تعمل طبعا ما متكلم عن الاستثمار الملاذات الآمنة فيها عمل أوكي تدخل في حقيبة الاستثمار حقيبة الاستثمار فيها دخل وفيها ادخار إلا فقط في حقيبة استثماره يتعامل فقط بالمصاريف الدخل اللي كامل عنده يصرفه شوف وين يروح الدخل يروح إلى الاستهلاك اللي بس يفكر إنه عنده دخل وهو ويجب أن يصرف يستهلك يستهلك زين شلون أنت تدخل في بعض المشاريع ما عليك هنا موجود أصول عقارات مالية ذهب كذا أي نوع من الاستثمار الاستثمار لا يأتي إلا بعد الدخار يجب أن تدخر في البداية كثير من يقول أنت تقول الدخار الدخار الراتب ما يكفي ما عليش أيا كان راتبك الاستثمار اللي تدخل فيه ادخل على قدك مو لازم تدخل تاخد لي مثلا مبلغ كبير وتدخر فيه وإنت ما تفقه في الاستثمار زين فاللي يدخر يقدر يوصل إلى الثروة أصول مادية وأصول مالية نقود أسهم سندات أوكي عقار ذهب قول بعض الأمور أنا ما أفقه فيها اقرأ أفضل أنواع الاستثمار أن أنت تخلي لك وقت أساس تقرأ عن الاستثمار والإدخار وكثير من الأخطاء ما أنساها طول حياته يدخر تعهل صح لو لا في ناس ولاحظ في بعض المناطق أو بعض إنه يبدأ بالإدخار بعد التقاعد بعد ما يتقاعد يبدأ يدخر غضا خطأ أقل ما تتقاعد تبدأ بالإدخار يجب أن تتدخر من أول راتب إليك زين هاي من ضمن الأخطاء الموجودة الخطأ الثاني في ناس وشباب يدخر 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 زين الفلوس هاي ونتوديها بعدين معك ها لذلك كثير من الأخوان والأخوات ما يعرفون متى يطلعون من الإدخار للاستثمار الدينار قبل سنة أو قبل عشر سنوات إذا تم هو دينار معلش الدينار لو صرفته قبل عشر سنوات شي يبليك قبل عشر على قولتنا الربية كانت تتيب خبز وجبن وعصير صحيح لو لا في فترة الثمانينات والتسعينات أنت تصور أنه أنت مخلي الدينار من ذاك الزمن إلى هالزمن حلو ويمعته الدينار شي زيه لك هاي أصلا حتى لتعطي مثلا 500 فرس لتعطي الولد يقول لك هاي شي وشي شاخد منه فيصير نوع نوع من التضخم تضخم الأسعار وإنت الدينار منطم للأخطاء مو تدخر طول حمروك يجب أن تصل إلى نقطة أن تتحول فيها من الادخار إلى الاستثمار شباب آباي لا تكبرون كلمة الاستثمار استثمار كل من قال لا استثمار لا تشتر ليك شي تبيع تشتر ليك عقار تشتر ليك أيا كان وفي تحرك فيه أو تخلي فلوسك في بنك إسلامي نقول يدر عليك أرباح كثير من الأمور لا تتعقدون من كلمة الاستثمار كثير من الأخوة يقول لك من قولي الاستثمار أحيث أحيث في الفترة الأخيرة ولله الحمد من 2015 كثير من الشباب دخل في الدهب دخل في الدهب وبدأ يقرأ عن الاستثمار بدل ما يواحد وشفنا في العشر سنوات يواحد ياخد فلوسك في الأيام القادمة أحاول تعتمد على السلع الأساسية فقط أنا أعطيك ضوابط قد ما تقدر تعتمد على الأمور 2019 و2020 بتكون أصعب من 2018 و2018 و2017 أي سنة قادمة تأتي بتكون أصعب والدليل أو أنت شلون تستشعر ذلك كلما زادت الضرائب في أي دولة أعرف أن الدولة عندها مشكلة مالية في البحرين عندنا مشكلة مالية ووصلنا إلى الضرائب إن شان نوصل إليه نزين استبدل السلع غالية الثمن بمنتجات رخيصة نسبياً لا تقول لي مو موجود أحد المتابعين سوى إليه ما شاء الله عليه تفصيل مقرأ كامل في السوبر ماركت الموجودة أسعار كل الأمور الرئيسية وموجودة مرة طرحتها بعد المحلات الكبيرة اللي تبيع نحن عادة ما نقول اسمها عساس عن الدعاية زين ترش شوفر وهو ميرا مالية أو شسمه ستين دينار فسوى مقارنة بين كل المحلات تعب عليها توصل إلى أنه يوفر 14 دينار لا تشوف أن المبلغ صغير ستين دينار عقوب ما سوى هذا المقارنة شاف أن مثلا هالنوع من الأغراض ترى هني رخيصة هني غالية دينار فرد في بعضها أرقام ما أعرف بعد شون أنا في الدير هاي صايرة الشغلة حليب أو أين كان يباع في هذا المحل بدينار ومئة وفي المكان الثاني يباع بدينار وثمانمئة ثلاثمائة فلس يعني تتكلم عن ربما خمسة إلى خمسة في المئة أو ستة في المئة فرق فوفر 14 دينار استبدل السلع الغالية الثمن بمنتجات رخيصة السلع اللي تقدر تغيرها لا تنقاد وراء العروض لا تلتزم إذا أنت ملتزم في حق الفترة القادمة إذا أنت ملتزم بارتباطات مالية لا ترتبط بارتباطات مالية جديدة أحذر الشباب اللي مرتبط حالياً بارتباطات مالية لا يرتبط في أمور مالية جديدة حتى لو في جمعية جديدة لأن الأمور الأيام القادمة ستحمل الكثير من موضوع غلاء الأسعار وابتدينا فيها زين ابحث حبيبي ابحث عن فرصة عمل إضافية شباب أنت تخلص في الحكومة الساعة ثنتين وأحذر نحن هالأيام عندنا حملة على التأجير السجلات ويُعذرون اللي أحذر أحذر أن تدخل في مشروع السجلات المؤجرة والتأشيرات حكومة ناوية ناوية وشافسة ركبة حق طبعاً فيه التواء على القانون فيه ناس يشتغل على الإكبارية هم يسوون الوقت راح اللي يسوه قبل راح الآن الخطر جداً إنه تدخل بس تقول لك لا أنا بطل عليه تأشيرات خصوصاً المتقاعدين مو عقب ما يتقاعد يطل عليه سجل يعتمد على التأشيرات يبيع التأشيرات ونترس الديرة كلها أجانب وديرة من ترسها أجانب أوكي فأحذر إنه إنت إحنا نتكلم عن عمل إضافي شباب عمل إضافي والله إنه فيه شباب قلت لكم طلعوا سيارات يشتغلون في حكومة يشتغلون في مؤسسات بس يقول لك أنا في الويكيند أوصل أودي المملكة العربية أو كذا أو أحص ثلاثين أربعين دينار فهذا قلت لي طلع لك سيارة جديدة لأن السيارة مصدر دخل عندك يوصل ما حين تقدر توصل موجودة حين تشتراك في أوبر أو كريم هذا البرنامج وتقدر ما حين يقول لك لا أوكي فدائما أنا أصح إذا بتاخد الأصل كالسيارة وهو مصدر دخل إليك بس بشرط أنه يطلح لك فلوس مو يخسرك زين طبعا مشاركة الزوجة لرب الأسرة في النفقات المنزلية هذا مهم جدا يعني بعض ما منتطرق إلي هذا أعتقد طوفنا الساعة حين لربما ما حسنا به يعني أنا ما حسيت أنه طوفت ساعة ماذا تعرف إن مصدرك الشهر يكفي أو أنت من الفئة اللي تحتاج تنبه هاي المعادلات راوها الأبناء وراوها الزوجات خلني بعطيكم مثال إذن راتب ك400 دينار طبعا فيها السثناء بس هذه القاعدة العامة نسميها معادلة الاستقلال المالي شلون إن أنت ريال منضبط ويجب أن لا ترفع فلوسك ناقصة راتبك 400 دينار ومصاريفك 300 دينار ف100 دينار عندك موجودة زين شا تسوي قم بقسمة مصروفك المصروف أنت اللي تصرفه قسمة على إيرادك فنقسم 400 300 نقسمها على 400 يطلع عندي 0.75 قم بضرب الناتج في 30 عدد الشهر عدد الأيام فنضرب 30 في 0.75 هذا يعني إذا أنت مصدر دخلك الشهري 400 دينار ومصاريفك الشهري 300 دينار المبلغ اللي عندك يكفيك 22.5 يوم فقط والسبعة الأيام المتبقية شا تسوي لها تسلف وهذه السبعة الأيام عادة هي اللي يقعون فيها من أصحاب المحلات الناس تسلف من عندهم في هاي السبعة الأيام إتي سبعة أيام عندك في الشهر خلصت فلوسك فتضطر أن أنت تروح بطل دين ما دين وغير هاي نسميها معادلة الاستقلال المالي يجب أن يكون تتوقعون كم مهني في 22.5 يجب أن يكون ثلاثين يكون الفلوسك تكفيك لمدة ثلاثين يوم مو 22 أو 20 يوم زين مجتمع مجتمعنا يعني مسرف ليس بدرجة الكرب صلوا على محمد وعلى محمد زين بعض الأمور اللي استجددت في البحرين وبدئنا نصرف عليها مصاريف يجب أن تتوقف منها أنا عادة نشرحها بس خلنا نمشي عليها كثرة إحياء المناسبات في البيت المناسبات مو وأعياد الميلاد أوكي أعياد ميلاد ما أعياد ميلاد الولد تخرج البت تخرجت غيره طلع عليه ضروس طلع عليه ما درشنو طبعا في أشياء مموجودة فس المجتمع البحريني أوكي يجب أن تتوقف عدم الانفاق الذكي في نوعية الهدايا مشكلتنا أننا إحنا مثلا ما يكون عندنا انفاق ذكي واحد فاتح بيتي ليه أود ليه باقة ورد هالرفوع قيمتها خمسين دينار شي سووا فيها ثلاثين أربعين عشرة عشرة أيام بيخليها قدام الناس بيصوروا وياها ويا التلافون مشكور رحم الله والديك بتفلتها في الاخمام أنت تدري ديه فلت باقة الورد في الاخمام الله يعزكم عقوب ثلاثة أيام اشتعني ها فلتت الخمسين دينار في الاخمام خدت الخمسين دينار وفلتها في الاخمام قل لها بتصل لها اش محتاج محتاج غسالة محتاج ثلاجة عدين تبتدفع ليه خمسين دينار أو تشوف اللي بيدفعون إليه تجمعها واخدوا إليه أصل شي يفيدها يفيد عيالها متاخد ليه منظرة هاي الكماليات اللي طلعت إلينا احنا من نشوف يعني محل جديد فتاح ويا بهاي الكماليات احنا وراه احنا وراه وناخد ونخزن مثلا أطقم الضيافة هنا أكو موجود الماي والقرآن والشاي تروح مكان ثاني حاكم ضيافة ش موجود حدث ولا حرج أكل برا أكل داخل أكل على الطاولة أكل ما أدروي وما ينكل ما ينكل يعني اللي بعضهم ياخده يودي البيت يوم يومين يخليه في الثلاجة وينفلت خلينا نرتب أمورنا لم يتم نرتب أمورنا يا جماعة صق صق لم يتم نرتب أمورنا زين وهلما جرى عدم تنوية الملابس نثياب المرأة حجيها لفين على النسوان حين شوي المرأة طبعا تحتاج لها خصوصية خصوصية المرأة بس يا جماعة صار الموضوع مرأة عباية أو دفة لا تقول لي مو موجود هنا موجود عباية حق المناسبات عباية حق الفريق فريقنا نطلع فيه عباية دفة حق الشغل صار بسنا في الشغل عباية بس حق السوق لا أنا ما أطلع بهذه العباية هذي العباية أروح تشوفوا انتوني يا جماله بس أنا أشوف عدل هو لا عباية حق وي شن اللي وصلنا ها شن اللي وصلنا مو في قاعدة يقولون السلع الكمالية والسلع الغالية صنعها ها صنعها التجار للأغنياء ها وزير التجارة الفرنسي صنعها التجار للأغنياء فصدقوها الفقراء فقاموا الفقراء هم ياخدون دو الدخل المتوسط هم اللي قاموا يشترون والأغنياء شوفوا بالقدس وغير بالقدس الشي يلبس أو روزربيغ مال الفيسبوك فانيلي تنافسها ما يبدلها يقول لك عزيز ماهو وعنده شام روزربيغ مالك فيسبوك عنده ما يقارب من 40 مليار دولار يعني أكبر من ميزانية مملكة البحرين هذا الرجال عنده يقرأ وشوف في حياته الشي يلبس الشي يلبس زين والعباية يعني هاي كان حق النساء يعني بس احنا حطيناها العباية تكلف ما لاقل عن 20 احسبها هذا الشي من الأشياء اللي لربما انت تشوفها لأن المرأة لم تتدرب في صغرها على المحافظة على المال وصلت لك النتيجة الى ذلك كثير من الأمور تلفونات جم تلفون عندكم كل واحد تلفونين ثلاثة تلفونات انت شو المدير العام انت ما تمشي الى بثلاث تلفونات اللي محتاجة اوكي كان الله شو اللي خلنانا نروح لمثلا الهواتف الذكية لأن المحلات تسوي عروض وكثير ناس سوء استغلال وشيفنا الناس تاخد تبيع التلفون عصاص تاخد كاش تاخد تلفونين انت في الثنة ليش شباب يعني كان في احد شباب كل انت في الثنة وتلفونين ليش عندك ما لي داعي المجتمع هلا اسس لي هاي الفكرة ان لا لازم يكون عندي ولازم اضرب الايام المقبلة يجب ان ترتب امور حتى حين مثلا المولود خلينا ان يسو له مثلا هذه المزهريات الصغيرة وكذا اتشي بمصور خاص مصور خاص يصوره وتودي ستيديو يصوره وتسو لي في من 200 إلى 300 دينار من وين الابو من وين لدي ترى انت الحرمة اللي تسوين هالشي او يمكن الاب تدرين مثلا الابو من الاب من وين يبل الفلوس من البطاقة الاعتمانية كريديد كارد اشخطها اشخطها وي بس عساس شنو لا شعليا من كلام الناس كلام الناس بلبسني احسن لباس برا وبيأكلني اسوأ الاكل داخل البيت وبيدرسني اسوأ تعليم شنبي شنبي يا جماعة في اوروبا ما عندهم شيش يقولون عننا الناس احنا هنا ما عرف شلون انتشرت فالجيل القادم هي اجيال يجب ان ينتبه الى هذه الامور قلناها ودائما اكررها غيروا نمط استهلاككم فالوض قد يزداد سوءا بدون شعارات وبدون اي من الامور الزخم في الاعلام وهذا نصرح بيها في الاعلام في تلفزيون البحرين وغيرها يجب ان تغير نمط استهلاكك ايا كان موقعك فالامور قد تزداد سوءا مو بس الافراد يا ابو منصور حتى الجمعيات حتى المؤسسات الاهلية يجب ان تغير نمط استهلاكك الناس تعود او لا الاخ بحسن يذكر احد المناطق رحنا اليها وكان عندهم مشكلة ان ياكلون وايد في الاكل ياكلون وايد فتطوروا انا بعطيكم شيء من الواقع لما قاموا يساون بوفي والبوفي تطور وكبر صاحب الجماعة ارتفع عليهم المصاريف امور وايد زين احين يجب احين تعودت الناس على بوفي مشلون ترجيهم على على سندوي شات فاول ما رحنا اليهم كانت ندوى ما شاء الله قلت ليهم الليل اللي بسوونا العشة سوو دال منشوف الناس تاكل اما تاكل وكان في الجو البارد بعد فالناس استغربت يعني عقب ما خلصنا هذا الكلام كان متوقعين ان في بوفي نفس كالعاد بوفي في فعقب ما خلصوا فرشاو اكل ودال كالو الناس وكل من قال الحمد الله وخش خب الصاخن وخش دال كالو ومش فانت ليش ولا تطالعون ان والله عندهم فلوس وايد لا ما عندهم فلوس وايد خلي فلوس حق الايام ادخر قرش الاسود الابيض آسف ليومك الاسود ادخر قرش الابيض ليومك الاسود زين هذه وقتا فيها اولا ربما ندخل في الضرائب الدين العام في الدولة 2019 2018 هاي مشينا وياها احنا ونشوفها الدين العام 2018 وضع الدولة وضع الدولة كمان اشرحه لأهل الدولة لأصحاب القرار في الدولة هذا 2017 2012 كان حجم الدين العام عندي 40% معلش شنو يعني معناته اذا انا قاعد اصرف على عيالي دينار هاي 2012 ها دينار اصرف على ولدي 400 فلس انا مسال في ها 400 فلس انا مسال في ها عساس ان انا يصير دينار حق الولد يصرف عليه الولد ما يدري الولد انا اعطي دينار ولكن انا 40% مسال في ومستمر ارتفعنا في 2016 73% حجم الدين العام حجم السلف عساس ان انا الولد ادي اعطي دينار 7 ربيات انا مسال في ها 2018 84% 84% يعني شنو يعني الدولة بتصرف على كل شخص 100 دينار او ميزانية الدولة اللي تصرف على 100 دينار معناتها الدولة مسال 85 دينار شهريا نهي تسلف 85 دينار 2019 التوقعات ان يصل الدين العام 90% 90% يعني تدري شنو لذلك ما استطاعت الدولة الا بالمارشل الخليجي 10 مليون 10 مليار يعني معناتها المصروف اللي تعطيه الولد الدينار تسعم مائة فلس انت مسال فينا وما تقدر ترجعها ما تقدر ترجعها 2023 هذي ارقام رسمية طبعا وما اخوض من وكالات التصنيف الاعتمانية فيتش وموجيس ويسمبي 2023 اذا استمر سعر النفط على ما هو ولم يتنوع الدين العام طبعا نتكلم على مستوى الحكومة انت اتكلم على مستوى الفرد اذا انت تم ايرادك كما هو ولم تنوع دخلك وما اشتغلت في وظيفة ثانية ولم تقم بالادخار ولم تقم بتخفيض مصروفاتك بصير عندك الدين العام تدري واضح لا يعني الدينار اللي تعطي ولدك مسأل فنة وما تقدر ترده وتدفع عليه ديون دين العام فوائد الدين العام فاقت ال500 مليون انا ادفع 500 مليون 500 مليون فوائد دين عام هاي ال500 مليون ميزانية وزارة الاسكان 340 ميزانية وزارة الاسكان هالبيوت اللي سوية هاي ال500 مليون اللي اسوي لي مو مشروع سترة عشر من مشاريع مصروف سترة لو انا بدأت سابقا انا اخلط بين العائلة وبين الدولة سابقا ان انا ايود الفلوس وادخور واعرف وين اخلي فلوسي لا كان ما وصلت كان هال500 بدل ما ادفع فائدة ادفع في مشاريع ادفع حق مشاريع حق عيالي بدل ما ادرس ولدي مثلا في جامعة اهلية ادرس مثلا في جامعة خارج واهل ام جرى وائد في الدين العام ضريبة نختم البحرين وصلت الى عصر الضرائب الضرائب واضحة ضرائب انها الدولة تأخذ ضريبة على اي شي تستخدمها انت في ضريبة على الدخل في ضريبة على الارباح في الشركات في ضريبة على الدخل الفردي في ضريبة القيمة المضافة ضريبة على القيمة الاضافية يعني الناس سمونا ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة ضريبة تعتبر من الضرائب وتدخل في عالم التاكسيشن نسميه أو في علم التاكسيشن هاي ضريبة تأخذ على القيمة الإضافية اللي تضافي للسلعة كل ما ضافت السلعة كل ما زاد سعر السلعة هناك ضريبة بنسبة خمسة في المئة بعض الدول تاخد سبعة وكذا احنا في البحرين تم الإقرار تم التأجيل طبقت خمسة في المئة يعني معناتها الآن وين الخلال هناك ارتفاع في الأسعار خمسة في المئة نرجع إلى القاعدة السابقة يعني الدولة بيترفع الرواتب الآن يجب أن ترفع مو ثلاثة في المئة خمسة في المئة فما فوق عساس ما يتأثر المواطن العادي أنا لربما أقول اوكي ضريبة القيمة المضافة عندي ما بتكلم شلون تأخذ عندنا طبعا جهاز الوطني للضرابة الخليجية يعني عندي موضوع متكامل بس الوقت أخذنا الهيئة الاتحادية في الإمارات وعندنا الهيئة العامة للزكاة في السعودية وهي قانونها وهي بعض الأمور اللي تأخذ عليها زين عندي 94 94 سلعة لا يأخذ عليها ضريبة ضريبة القيمة المضافة زين بس قبل لا أتكلم عن هذه لما تدخل الدولة أي دولة في عصر الضرائب عصر الضرائب يعني الدولة أصبحت عاجزة أن هي ترفع إيراداتها من مصادرها يعني ما عاد النفطة حين يكفي اللي هو مصاريف كل المواطنين ما عاد يعني تنويع مصادر الدخل ما إحنا شايفين يعني الألمنيوم يجب أن يعني اللي قاعدين نصدرها يعني معناتها هناك عجز في التصنيع فالدولة تعتمد على الضرائب لما الدولة تدخل في عصر الضرائب مو المسباح من ينفلة شي سمونا بمنصور فلت المسباح الحبة الأولى في المسباح دخلنا عصر الضرائب رضيني ما رضيني أيًا كان دخلنا فما يصير يا حبيبي أنت الأسعار زايدة عليك 5% وإنت ما أنت راضي أحين يجب على الدولة أن تعيد النظر يجب السادة النواب كل يوم بعضهم طلع لنا قال لنا مثلاً بيوقفون الضريبة وبأجنون الضريبة وهم يدرون أن ما يقدرون وقلنا ليهم ما تقدرون توقفون أي قرار واتخد وعين كان تعرفون المجلس النيابي زين فأنت زين ما يصير تكابر على نفسك وتقول لا أنا 5% ما بتنشاف لا تنشاف حبيبي أنت شفت السلعة المعفاة وكل يوم طبعاً تطلع بعض الأمور أن عليها ضريبة وبعضها ما عليها هناك زيادة 5% فيجب عليك أنت كدولة ما منقول إش يجب عليهم أنت كمواطن يجب أن تخفض مصروفاتك بـ 5% أقل شيء ما بتخفض بـ 5% وأنت في عصر الضرائب أين كان تشتري شلون أخفض 10%؟ كثير من هالأسئلة تيني بسيط أمورك أي شي تاخد من الكماليات أنا صوت مرتفع إن شاء الله مو زاجنكم عاد أي شي تاخد من الكماليات قليلة 5%؟ هي عملية حسابية لو تعطيها واحد من أبنائك برتبها إليك بابا أي شيء عشرة أي شيء تشتريه خفض 5% هي ثقافة بس هي ثقافة تنتشر خلاص ففي عصر الضرائب لما تبتد الضريبة الأولى تأتي الضريبة الأخرى توقعاتنا 2019 و2020 هناك توقع في انكماش في الاقتصاد العالمي ما من نشرحها هناك انكماش والانكماش في الاقتصاد العالمي معنات انكماش في الدولة والدولة احنا من ضمن المجموعة الدولية يعني يعني هناك انخفاض في إيرادات معظم الدول وهناك أزمة الديون الصينية وغيرها من الأمور فلا نتوقع في 2019 و2018 إن الأمور بتكون أفضل نتمنى أن تكون أفضل لا لن تكون أفضل خلنا نسمي الأشياء بمسمياتها وخلنا يا جماعة نتعامل على الواقع نتعامل مع الواقع ولا نخش روحنا وتعويلنا على الدولة إنها تخفض وتخفض وتخفض الدولة ما عندها شيء الدولة تعتمد على الديون دين العام يوم هناك الدين العام فما في فالأمور قادمة طبعا إيراد ضريبة القيمة المضافة للدولة سيبدأ في نهاية العام سيد بدخل على الدولة خمسمائة مليون يعني شنو خمسمائة مليون يعني معناتها المواطنين بيدفعون للدولة خمسمائة مليون دينار بحريني إن شاء الله توصل لخمسمائة دينار في علم الضرائب يجب الضريبة اللي تحصل من القسم اللي ما أخود عليه يجب أن تصرفه الدولة في البنية التحتية لنفس المشروع شلون؟ يعني حين في ضريبة على فواتير الهواتف تلفونات خلاص من هالشهر في ضريبة عليها خمسة في المئة فالدولة تحصل هذه الضريبة ويجب أن تقوم الدولة أن تصرف هذه الضريبة اللي محصلة من قطاع الاتصالات على قطاع الاتصالات يعني تطور قطاع الاتصالات بالخمسة في المئة المحصلة مو تروح تدفع بها ديون مثلا أو تدفع بها أمور ثانية زين الضريبة ستكون في معظم الأمور ما عدى 94 سلعة مثل ما قلنا ويجب أن تستعد لها العائلة والفرد تأثيرها لربما ثلاثة في المئة نقول نسبة تضخم ولكن نرجع إلى موضوع لربما يوجد قانون ولكن التطبيق القانون هو المشكلة في تطبيق القانون ختاما دخلنا أصر الضرائب ويجب أن يكون استعدادنا على نفس مستوى أصر الضرائب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام والديكم إن شاء الله صلو على محمد وآل محمد نشكر الأستاذ عارف على هذه المحاضرة القيمة والهادفة والتي لها أثر كبير في تحقيق التوازن في دخل الأسرة على حسب دخلها التوازن المالي التوازن المالي فقبل لا ندش في الأسئلة أحد الأخوة أبو أحمد حب بكرم الأستاذ عارف فقبل لا ندش في الأسئلة تفضل الأستاذ مشكورين مشكورين مشكورة أميك ثاني أميك ثاني أبو حسين أفضل فقط اختصار في الأسئلة للوقت أفضل هكذا قيمك تلك أميك ثاني هكذا كذلك أميك في الأسئلة قليل أميك لا يحفظ أميك بانكرافون يعطيك العافية حبيب الله يسلم الله يعزك شاء الله التقسيم الأمثل للمستحقات التقاعد أشبعناه كثيراً في بعض المقالات وأيضاً من خلال تلفزيون البحرين دائماً أنا أنصح في التمثيل يعني مبالغ التقاعد يجب أن لا تستثمر كلها خمسين في المئة موجود لي حلقة في الشتسمة خمسين في المئة من مستحقات التقاعد يجب أن تبقى بلا استثمار وتكمل بها مصاريفك ومشاريعك ما رحت الحج روح حج ما رحت ما أياً كان بتبني طابق الثاني وبني الطابق الثاني وهلما جرى والمبلغ المتبقي تخلي عندك تخلي ما تستخدمه هاي الخمسين يجب أن لا الخمسين في المئة الثانية تقسمها لقسمين الخمسة وعشرين في المئة الأولى تخليها في استثمار نحن نسميه Low Risk ذات المخاطر المنخفضة شنو الاستثمار دات أنا ما أحب كلمة الاستثمار لأن كثير من الناس من تقول الاستثمار يعني يخوو يتخاف زين الخمسة وعشرين في المئة الأولى تخليها في وين؟ تخليها في منتجات دات خطورة قليلة مثلا تخليها في مثلا بنك إسلامي مثلا في حساب استثماري أو حساب الجوائز هذه زين وإذا أنت شوي يعني المبلغ عود مبالغ يعني عادة ايه المبلغ إذا المبلغ شوي عود نحن نتكلم على الخمسة وعشرين في المئة الأولى تاخد لك أرض سكنية وليس استثمارية اياني ياكم تدخلون في العقار الاستثماري أوكي أو تتشارك تاخد لك أقار استثماري أو تاخد لك دهب ها إلى المدى البعيد يعني تاخد دهب تخليه سنة سنة ثلاث لما يرتفع مو تاخده على المدى القصير يعني تشتري اليوم تبيع باتور وأنا دائما هاي في الخمسة وعشرين في المئة الأولى وفي بعض الملاذات مو وقتها أن أطرق لها الخمسة وعشرين في المئة الثانية إلا هي مالات اللي تستثمرها تدخل فيها في منتجات ذات هاي رسك يعني خطورة مرتفعة وإحنا دائما نقول كلما ارتفعت الخطورة خطورة المنتج زاد الربح ولكن خطورة أن أنت ممكن تروح فلوسك وشفتون واضح صح لا ولا اللي أخد فلوسه لما صار ويا ما قلنا يا جماعة صبروا شوي شوي متاخد فلوسك كامل زين القسم الثالث تكون في منتجات ذات خطورة مرتفعة أوكي يعني مثلا الذهب على المدى القصير أن تشتري اليوم تنتظر يومين يرتفع تبيع لربما تدخل في الاستثمار التجاري في فرق بين الاستثمار التجاري والاستثمار في العقار الاستثماري والعقار التجاري العقار التجاري اللي فعلا موجود مثلا موقع تجاري يعني الموقع وكذا وتضمن أن هذا رايح يتأجر الاستثمار عادة يكون في مثلا المباني اللي تستخدم للسكن أو لأغراض التعجير وهذا لا أنصح فيه في الوقت الحالي ليش؟ لأن هناك موجة من إغلاق المحلات من قبل الأجانب أو من قبل يمكننا ربما ما شفتونا هنا معظم المناطق بدأت ترى أنه يعني يتم الإغلاق ويمشي خصوصا في موضوع السجلات المؤجرة أهم نقطة للمتقاعد أنه لا يدخل في موضوع يطلع لسجل من أجل التأشيرات دائما أحذر دائما يا جماعة ما عليك فلوسك نصها خلها خلها لو يك من يقول لك بعطيك خل 12% أو 20% اللي بتحصلني عليها خلها إليك 50% تخليها عندك ما تستخدم الاستثمار وال50% الثانية تستخدمها وأيضا الاستخدام على التقسيم اللي قلنا في مكان رسمي مصرع به مو أي شخصيك وكذا فهذا اللي دائما أنصح فيه بخصوص مستحقات التقام شتغل السلام عليكم نشكر جمعية وديان على هاي الندوة القيمة ونشكر الاستاذ ونحن نقول الحسين بس مو للبكاء ويلطم الحسين شيف نرتب أمورنا نعم شلون ما مديدي إلى الغير بضب لك مثال أنا شخصيا أشوف واحد ياخذ سندويجات على ثلاثة دينار وعقب شهر شهرين جاي فاتورة ما عنده محبوب دواء ما عنده صحيح لو اختصر بها وسواها بخمسمائة فلس ما بيحتاج للناس هاي نقطة نقطة الثانية لحد لان احنا ما حاسسين وش بيصير لو حاسسين وش بيصير شان جوا الناس في الندوة ما شاء الله أكثر لأن أكثر الشباب مو حاسسين وش بيصير يعني يقول لك لا أنا أولا ما يصير يعني ما يصير شي يعني معتمدين في ناس على الغير هاي نقطة نقطة الثانية أنت قلت يا استاد عن الاستثمار في العقار هل تنصح ببناء الشقاق أو السكن الاجتماعي أو بس شلون وشبه الممروض أشكور أستاد أحسنت أحسنت فعلا هناك ناس ما زال غير مبالي هذا غير مبالي يعطي البيضات ما يحس بها أما اللي عرف أن أبوه شلون ييب الربية هذا لا مضبط أموره والآن تشوف أنا موضوع الذكاء المالي ترى منتشر وفعلا ترى الشباب لا بدأوا بدأوا يحسون لا خلاص من 2015 الناس بدأت تشعر هناك هناك أزمة قادمة 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 وإحنا ربما نتوقع العلاوات تتوقف كل الأمور علاوات الغلاو وشفتون الاستثمار في العقار أنصح في السكن أن واحد مثلا عند مبنى يسوي سكن يبيع كسكن ما يسوي لمبنى في شقق وهو الاستثمار الاستثمار في بيوت السكن الاجتماعي ما أعرف إلي أنها اللي فهمت من قصدك أنا أبني وأبي حق السكن الاجتماعي الآن الدولة قائمة موضوع السكن الاجتماعي تم استغلال استغلال سيء من قبل التجار هذا السوق فيها كذا لكن فعلا أسعار كانت على 120 قامت شربح مرتفع جدا والناس خلاص ما عندها فلوس والدولة تعطيك 81 في السكن الاجتماعي وتروح المبالغ المتبقية لازم تأخذها من دليل أن الناس ضرب على السكن الاجتماعي وعلى مشاريع السكن الاجتماعي مزايا فأنا أنصح التريث التريث لحين وضوح الأمور نفس ما أنصح المتقاعدين اللي بيتقاعدون هناك قانون لربما قادم أي وقت يكون فتريث قبل لا تشتر خمس سنوات لا تاخد قرار تريث شوف القرار الجديد لربما في ارتفاع في الأمور وغيره وغيره مثل ما تم طرحه وخصوصا نحن مثل ما استشفينا برنامج عمل الحكومة اللي تم طرح لمجلس النواب في اللي يعطي هيئة التأمينات تغيير القرارات بدون الرجوع إلى اللي هو المجلس النيابي إذا كان مجلس النيابي بعد يقدر يسوي شيء السلام عليكم بغيت أسأل عن إرادة الدولة إرادة الدولة هي تكون من النفط ومن الألم من يوم ومن السياحة أكثر شيء بالنسبة للنفط النفط طبعا البحرية ما عندها نفط اللي يكفيها هي تشتري من السعودية وتصفيه وتبيعه شنو ليش تجي التضخم عندها في هالطريقة هذه لما تشتري النفط من السعودية وتصفيه وتبيعه تبيع مصفة ما تبيع خام يعني نعم صح شنو السال فليش يصير تضخم ما عليش الدولة الدولة تكرر مائتين واربعين ألف برميل كم ساعدنا مائتين وخمسة وستين مائتين وخمسة وستين يكرر هذا من البحرين من حقول كاملة كاملة البحرين بس قاس أربعين ألف البحرين خمسة واربعين ألف والمائتين وعشرين هي من المملكة العربية السعودية لو أعطيناهم عشر زيادة نعم عندي الأرقام بس نعم أعطينا 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 ما عليش أعطينا 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 لا بالعكس أنا عندي هذا بس خلني أعطينا 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 موجود بس الأرقام هاي الأرقام بالضبط أعطينا النفط نستورد 230 ألف 230 برميل من السعودية و 50 ألف برميل يوميا إنتاج حقل البحرين أعطينا 150 ألف برميل يوميا ونودي المقطر أو المصفة نودي إلى السعودية نودي 150 ألف ونبيع 150 ألف بس نستورد من السعودية 230 هو مش نستورد هو من باب تحريك العجلة في البحرين السعودية يعطونا 230 بعيدا عن مثلا حقل أبو سعف إحنا مناصفة بيننا وبينهم كذا عساس بتلكو تشتغل أو بابكو آسف 230 لو السعودية أوقفت هذا 230 ألف برميل يوميا فعندنا كارثة أخرى أنا لما أبيع لما أيب 230 ألف من المملكة العربية السعودية وعندي 50 ألف إنتاج حقل البحرين لما أبيع أنا أدفع للسعودية حما لي السعودية تعطيني بيزات هذا موضوع ثاني مساعداته كذا بس اللي أستورده من السعودية وأصفيه مع النفط مالي أبيعه كامل 300 يقول 280 ألف برميل أرجع نرجع للسعودية البيزات ويبقى لنا 50 ألف مال حقل البحرين فلو أوقفت المملكة العربية السعودية 230 ألف يعني نص عمال بابكو يطلعون تقاعدون أكثر من النص مستوعبين إحنا 50 ألف إحنا نقول 50 ألف يعني ما نقول 30 ألف 50 هذا رقم رسمي 50 ألف والسعودية ناخد منها 230 يعني مصفات البابكو ممكن واحدة تكفل وإن شاء الله الأمور تمشي تلي بعد ما على قولتنا إيه تفضل نعم نعم موجود أنا يعني طرحت بس ما دام الأستاذ قال خلنا نتكلم عن من هو أوكي هاي الاكتشاف الجديد للنفط موجو هاي نستخدم حتى للحكومة نستخدم نعم بدرجة يعني من خافز هل يناغل على الخطر هذا موضوع غير إن شاء الله إن شاء الله يعني الدينار سيبقى سيبقى قويا ولكن هو يعني محاط بالخطر هاي موضوع تكلمنا في التلفزيون البحرين كأنما ولكن فإحنا نعمل في إنتاج في إنشاج للنفط ما في إنتاج موضوع ثاني لكن نتكلم عن في إنتاج للنفط سيتم 80 مليار برميل ومساحة الاكتشاف 2000 كيلو وعقب 5 سنوات سيتم الإنتاج بكثرة بيكون دبل يعني إحنا 50 ألف إحنا قاعدين نتكلم عن 500 ألف هل بيكون هناك زيادة من الإنتاج اللي نستورد من السعودية أو هناك زيادة في البئر اللي موجود الاكتشاف اللي تم سسمحنا نعول أن سيتم ثلاثة ضعاف يعني البحرين ستنتج أكثر من 150 إلى 500 ألف من خلال الاكتشاف الجديد النفط الصخري يعني طبع علي ملاحظات وعلي نعم بس ما زالت الدولة أن يعني مستمرة في موضوع أن الاستخراج الكلفة ما كلفة ولكن نعمل خيرا بس موحين بصير أقوم بخمسة نوار ترجمة نانسي قنقر